اشتركوا في القناة قررتوا ان جزء من الاكل او المنتجات اللي بنقدمها في القناة هيتوزع على المحتاجين والفقراء فقرد ليه بقى انا قررت اقول ده لان في ناس كتير جدا على يوتيوب بتعمل ريفيوز سواء لمنتجات او لمطاعم ومشاء الله بيكون في كميات كبيرة جدا من الاكل فتخيلوا معايا كده لو كذا واحد عجبته الفكرة دي وقرر ان هو بعد الفيديو هيوزع جزء من الاكل ده على الفقراء والمحتاجين انتم تخيلين ده ممكن يبطي عدد قد ايه فممكن الحملة دي تكون سبب ان بعض اليوتيوبرز يعملوا ده او كلهم السبب التاني ان انا حابب ان اخواتنا من المحتاجين والفقراء يدوقوا حاجات ويجربوا حاجات من الممكن في الطبيعي ان هم ما يجربوهاش بس هم كمان من حقهم يجربوا ولا ايه بس كده المهم ربنا يتقبل ويطهر اعمالنا من الرياض ويجعلها خالصة لوجهه الكريم يلا بينا نبدأ حلقات ودلوقتي زي ما احنا متعودين وقبل ما نبدأ كل حلقة لازم نشغل دماغنا شوية علشان ندخل الحلقة فريش كده فتعالوا نشوف فزولة النهاردة واكتبوا لي في الكومانس الحل ايه اهلا بينا كمان مرة بفكركم باللايك والسبسكرايب للقناة علشان يجيلكو كل جديد على قناة مانجو وشير للفيديو بالتأكيد لو عجبكم في حلقة النهاردة انا قررت بقى اتجه للمطاعم وقلت ما تيجي نجرب بقى اجدد حاجة في المطاعم والنهاردة جبت معي اربعة من اشهر المطاعم وهم كينتاكي بابا جونس بارديز مكدونالز وقلت تعالوا نشوف ايج جديد عندهم طيب تعالوا نسخن بقى بمكدونالز وانا جايب لكو النهاردة من مكدونالز احدث حاجة نزلة عندهم وهي الموزاريلا ستاكس جايبين منديل ودي العلبة اللي فيها اللي ستاكس فيها تلت قطع او تلت سوابع وعلى فكرة هم كانوا قاعدين لي في التليفون اني بيجي معاها سو سويت شري بس للأسف هم تقريبا نسيوا ده سعرها 27 جنيه وده شامل الضريبة الى جانب 17 جنيه خدمة توصيل والأوردر وصل لي في 30 دقيقة بسم الله قالوا كده نشوف شكلها بقى في موزاريلا اه في من جوا موزاريلا كتير واضحة جدا بسم الله جمية الموزاريلا كتيرة جدا جواها بس اظن ان هي محتاجة تتاكل سخنة علشان تحس بقى بالموزاريلا وهي سايحة عجبني فيها ان هي مقرمشها ولونها فاتح الزيت نضيف منها تحسها فاضية بقى الكومنت بتاقي عن الموزاريلا ستاكس ان هي دلعة ملحها مش مزبوط طعم الجبنة باين لكن الملح مش قد كلا فالموزاريلا ستاكس تاخد معايا في التقييم 7 من 10 تاني حاجة معايا وهو هارديز سعر الساندوش ده 57 جنيه الى جانب 18 جنيه خدمة التوصيل والأردر وصل لي بتلاتين ديه تعالوا نشوف ايه اللي جوا وده الساندوش وحطين اربع اكياس من الكاتشب تعالوا نشوف الساندوش من جوا عامل ازاي ومكوناته عبارة عن قطعة بيرجر وشرائح ستيك ومحطوط عليه نوعين من الجبنة سويسري وامريكي الى جانب سوس المايونيز طبعا انا هقسم الساندوش بالسكينة مش هكله كده علشان زي ما اتفقنا لو حد تاني هيكل بعدية فيكون الساندوش نديد بسم الله اسمنا الساندوش ده شكله من جوا قطع الستيك بينا البرجر فاتح شوية انا مش حايفت كده هيبان يعني البرجر من جوا فاتح شوية وسوس المايونيز واضح والجبنة واضحة تعالوا ندوقوا نقود باسم الله طعم الساندوش حلوة جدا جوسي جدا يعني حاسس ان هو جوسي بصوا كده بيبز كده فالسوس المايونيز مع شرايح الستيك كمان طعمها حلوة قوي 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 شرايح الستيك الجبنة مدية طعم رائع الساندوش ده جامد يا جماعة انا كان بقال كتير مكلتش في هارديز طعم وحلوة جدا 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 الكومنت بتاعي الوحيد عليه ان العيش مش فرش شوية يعني مش حس ان العيش افضل حاجة ده ياخد معايا في التقييم 9 من 10 والان تأتي مرحلة الكنتاكا الكنتاكا كلمة مش عيب على فك هايزين تعرفوا ايه الدليل؟ تعالوا نشوف الكنتاكا ظاهرة جديدة يتبنها من وحبوها دجاج كنتاكي المتبل ولها من الصفات ثلاث متبل ب 11 من الاعشاب فيثير اللعاب وفي اقل من دقيقتين تطلبه وتخرج من الباب يطلقون عليه في بلاد الافرنج كنتاكي فرايت شيكن اما في بلاد العرب فيسمونها الكنتاكا والان هل تريد ان تكنتك؟ شفتوا بقى الكنتاكا مش عيب؟ انا جايب النهاردة من كنتاكي ساندويتش اسمه ميسي بيرجر ميسي يعني ملغوص هما بيقولوا عليه البرجر الملغوص وكلمة بيرجر هنا مش معناها ان هو لحمة لا هو ساندويتش فراك عادي جدا دعالوا نشوف شكله وطعمه عامل ازاي؟ المميز فيه ان شكل الباكنج بتاعه عاجبني جدا اللون اللي سود بتاع العلبة شكله شيك قوي قوي ولما نفتح العلبة نلاقي من جوا الكافر بتاع الساندويتش برضو سود كده مكتوب عليه بالأحمر انا بحب الحاجات اللي فيها الوان كده او بحب الحاجات اللي فيها ديزاينز شكلها لطيف فده شكل الساندويتش من برة ده شكل الساندويتش الساندويتش يعني ما شاء الله شكله كبير كده فيه قطعتين فراخ كبار وطحين من برة تعالوا نشوف من جوا هم حطينه فراوند بريد او عيش اللي هو المدور الكايزر محطوط عليه خص محطوط عليه اللي هو المايونيز اللي هو المايونيز اللي بالفلفل وسويت شالي لما بنشيل القطعة الاولانية موجود بقى من تحت سوس الباربيكيو انا شايف ان هم مش حطين سوس باربيكيو كتير ممكن اكون انا متحيز عشان احب الباربيكيو لكن هم حطين الجبنة بشكل عجيب شوية اه كده انا زعلت بقى يعني حطين الجبنة للأسف الشديد انا الحاجات دي بتبقى صغيرة بس بيتضايقني يعني بصوا كده حطين الجبنة حد مقطعها بايده مش حطت شريحة على بعضها حطت حتة هنا وحتة في الساندويتش من تحت وسوس السويت شيلي محطوط من تحت خالص اوه طيب احاول نشوف الطعم يعني هحاول اتغاضع لقطة الجبنة دي احاول نشوف الطعم عامل ازاي هحاول بقى اقسم اه بس الساندويتش عالي شويتين ده شكله من جوا الفراخ لونها ابيض مستوي التدبيلة باينة في الفراخ من جوا تحس ان الفراخ هتبقى سبايسي سبايسي يعني اللون باين في الفراخ نفسها تعالوا ندوق بسم الله واو حلو الفراخ طعمها حلو سبايسي سوس البربكيو انا مش حاس بيه للأسف بس هو الصراحة دازم يسموه ميسي في كم لغواصة مقيدة لغواصة واستندويتش نفسه الصراحة من لغواصة اول فالميسي بيرجر اللي بيحب السبايسي هينبسط الميكس اللغواصة اللي معمول فيه لطيف ميديله طعم حلو العيش هنا حاسه فريش اكتر من بتاع هرديز لكن الكومنت بتاعي تقطيعة الجبنة ما كانتش احسن حاجة الصراحة وصوص البربكيو قليل فالميسي بيرجر من كينتاكي ياخد معايا 8 من 10 اما عن سعر الميسي بيرجر فهو سعره 82 جنيه شامل الضريبة الى جانب 18 جنيه رسوم التوصيل والأوردر وصل لي في 30 دقيقة والاختراع الاخير وهو من بابا جونس وهو بيتزا بن برانشي عجينة رفيعة ما ارمشة من غير اطرار اظن ان هم هنا لعبوا على الناس اللي بترمي اطراف البيتزا بعدها بتخلص اجري وهو هنا عمل هالك من غير اطراف خالص اعلموا نشوف شكلها وطعمها عاملين ازاي ثم هنا قفلنها بسيل كده مكتوب عليه من هنا من الفرن لباب بيتك علاقة لطيفة انا بحب الحركات البسيطة الشياكة دي نفتح السيل ده شكل البيتزاية وانا جاي بالبيتزاية دي نصين نصها تشيك ان رانش وهو اشهر حاجة عند بابا جونس والنص التاني سموكي تشيز سعر البيتزاية 140 جنيه شامل الضريبة الى جانب 20 جنيه توصيل وهو بصراحة اخر عليها شوية جالي تقريبا في حدود ساعة وخمس دقائق من ضمن المعلومات المهمة عن الثين كرانشي ان هي ما بيجيش معاها سوس جانبي وان هي بتيجي في حجم اللارج بس يلا بينا ندوء الطعم خليها نبدأ الاول بالتشيك ان رانش ده شكل التشيك ان رانش تعالوا نشوف شكل العجينة العجينة من وراء اهيه حسوا فعلا ان العجينة من وراء نشفة جدا والعجينة رفياعة قوي والاطراف بتاعتها تقريبا فعلا مفيش اطراف وشكلها مقرمشة وانا بقطعها كده بالطرق اعياني تعالوا ندوء الطعم بسم الله نتشيك ان رانش هجمعها عند بابا جونس حوار تاني وكوناته بيكون فراخ وطماطم وهالوبينو وجبنا موزاريلا وسوس الرانش هي فعلا مقرمشة جدا اني بيحب البيتزا السن هيتبسط بس الاسم انا بيحبش البيتزا السنم صراحة انا بحب الباني بس قلت اجرب من بابا جونس احدث حاجة موجودة عندهم هم قالولي ان العجينة دي هيعتبر اجدت حاجة عندهم انا العجينة بالنسبالي هي اللي مش مفضلة قويل لكن المكونات والطعم بصراحة جامد جدا في اليتشيك ان رانش هم متميزين جدا جدا في اليتشيك ان رانش اما عن نصو البيتزا التاني وهو سماوكي تشيز والمكونات بتكون عبارة عن بصل وصوص جبنة مدخنة وعليه حاجة من فوق كده زي السلامي واظن ان هي برضو سماوكي وتلات انواع جبن شيدر وموزاريلا وجودة عالوا منذوق الطعم عامل ازاي بسم الله شكل العجينة برضو من ورا هو هو وده شكل العجينة او شكل البيتزا من قدام نشفة جدا ومقرمشة جدا جدا انا بقى عندي مشكلة في السموكي تشيز دي وهم على فكرة مصحوني بيها في التاليفون قالوا ان احنا ممكن نستبدل البصل مش عارف بحاجتين تاني هالوبيين او حاجة تاني كده اسنا قلت لها لأس بيها على وضعه بس الاسف البصل بالنسبة لنا محتاجة شيره لان هو بصل فريش قوي مش مش مطبوخ قوي يعني داخل متسوي فيكون اهدى شوية انا بالنسبة لي يعني البصل بالنسبة لي مش مش مفضل قوي فانا لأسف مضطرة اشير البصل طيب انا هنا بقى التقييم بتاعها هيكون مختلف شوية لان انا هقيم العجينة لوحدها وهقيم الشيكين رانش الواحد وهقيم السموكي تشيز الواحد فبالنسبة للعجينة انا ما اقتنعتش قوي بفكرة الارماشة دي او بفكرة ان هي رفيعة قوي كده فالعجينة هتاخد معايا ستة من عشرة لكن لو انت بتحب الثن او بتحب البيتزا رفيعة احتمال كبير تعجبك اما بالنسبة للشيكين رانش كمكونات وكطعم فهي تاخد معايا 8 من عشرة اما عن السموكي تشيز فهو ياخد معايا 7 من عشرة لان موضوع البصل اللي فيه ده انا ما حبتهش كان ممكن قدامي ان انا اغيره بحاجة تاني بس انا جبته على وضعه فدي كانت تجربة بابا جونز بس كده دي المنتجات اللي كانت معايا النهاردة لاربع شركات من اكبر الشركات وهم هارديز ماك دوملز كينتاكي واتكنتكنا ورابع حاجة بابا جونز لو عجبتكم الحلقة ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وشير للفيديو لو عجبكم وابتبولي في الكومانس اي منتجات او اي مطاعم عايزيننا نجربها مع بعض عشاء المانجو نتقابل على خير ان شاء الله سلام